بالضر وكيل اللاعبين ان يبقى يعلن عن انتماؤه يعني تابع ان حاس مثلا يقولك انا اهلاوي مثلا محمد شيحاس مع انلاوي ودخل فترة من الفترات رغم انه كان بيتشغل مع الاهلي لكن دخل في مشاكل مع الاهلي وفيه سايم مرعي مثلا يقولك انا زمالكاوي وبشجع مرتاو يعني وصلت الامر ان هو احيانا كمان بتؤيد شخص معين كمان او مسؤول معين فبيضر وكيل اللاعبين ولا انت ما بيفرقش معاك الانتماغ ده ما بيدرش وكيل اللاعبين طالما هو بيقدي شغله في المكان اللي بيعمل فيه الصفقة والديل باحترافية وبمهنية وبأمانة ده ما يضرش انتماغه ما بيقصرش على شغله وهو الطبيع المفروض نكون بروفشنال يعني ما الوكيل اللاعبين زي اللاعب برضو راعب بروفشنال اللي هو بيقدم اولاءه للمكان اللي بيشتغل فيه في الوقت الحالي زي ما احنا شفنا لائبة لعبة في الاهلي وراحت لعبة الملك قدت بنفس الكفاءة والولاء وامثلة دي كتير يعني كابت حسام وكابت مراهيم حسن واكتر من المثال وردا عبدالعال وجمال عبدالحميد كتير كتير اسمعت اسم الردا عبدالعال كابت الردا من لا من الشخصات الجميلة اللي بنحبها يعني ونعشقه بصراحة يعني ساعدك لو عندك انتقاد احتمال بفريقش خارج عندك على اي حد لكن لا ينتقق دي حقيق فانا بقول لحدك العمل حسب احترافيتك انت بتقدي عمل باحترافية فهم فيه احش المعندوال الانتماء الوكيل زي زي اللاعب المكان اللي هو فيه بيخلص فيه بينتمي ليه بيقدي عمله بامانة بيخلاص فمعنى ما يفريقش بقى مع الناس هو بيكام فيه يعني انت ما يفريقش معك الانتماء لا لا اطلاقا انت اهلاوي او لا زمالك اهلاوي بقى وانا السؤال ده سألته يعني انا بشاء انا انا يعني واحد بيتشاء كان من صغره بيكام اسرة وكلنا بيشجع عن نادي الاهل انت اهلاوي يعني مش بس هل المعنى ان انا بتشجع عن نادي الاهل اي انت بتعرفش مستقبلك او شغلك او كون فيه ووكيل اللي كان لاعب فنان زمالك الله تعيبا خمسة اذا يعني نص او اكتر من خمسين في المية الى جنب الموديل الفني الموديل الفني ده بيبقى بيبقى خمسين في المية التانية اه يعني خمسين في المية اكتر من خمسين في المية من القوام الرئيسي اه لفرينات زمالك ووكيلهم اهلاوي مظبوط ووكيلهم حزم فتوح وانا في العمل مفيش اهلا انا اتشرف طبعا ان لوحد انتماءه ده ما تنكرش منه ولا تنصى منه بس انا بكلم انا باسم بس وانت وكيل كده فيعني انتماءك ما بيوجهكش لا اطلاقا ما حصلش ولا مرة اطلاقا اصيبك من حتى السماء لا اطلاقك انا بكلمك انه وانت وكيل لعبين هتودي لاعب فاللاعب ده لا ما اوجهه ناحية الاهلي احسن عشان اهلاوي علشان هو اهلاوي هل اللي انت بقى بيلعب دور في انتقال لاعب من الاهلي زمانك او من زمانك الاهلي لو لاعب سواء خارج كمان الناديين لا ما هو انت الانتماء اذا كان اذا كان القرار اللي انت هتشور بيه على اللاعب او هتوجه اللاعب بيه هو مش هيكون في مصلحة اللاعب فمعنى كده ان انت بتخالف ضميرك المهني وبتحك يعني وباللاعك يعني بتغلب انتمائك على امانتك فعني ممكن يكون فيه لاعب في مكان ما ويتعرض عليه عرض بطريقة مباشرة وغير مباشرة مثلا من النادي اهلي هنا دورك ان انت تكون كوكيل اللاعب ده انك تدي له وجهة نظرك وتدي له والششارة المهنية وبالضمير ان الخطوة دي اذا عملتها هيكون عواقبها 1-2-3-4 واذا ما رفضت انك تعملها اجاباتها 1-2-3-4 قلت القوة